اللهم اصلا على سيدنا محمد. يلا حبيبنا سؤال التقعر. بده فترات التقعر لاعلى والاسفل ونقاط الانعطاف. اذا عرفنا التقعر عرفنا نقاط الانعطاف. التقعر يا استاذ. هنشتغل على المشتقة التاني. طيب. نبلش. مشتقة الاولى. هذا كثير حدود طبعا. مشتقة الاولى. F فتحة للأكس. هتساوي. اربع اكس تكعيب. اتناش. اكس. تربيع. ناقص. تلاتة اكس تربيع. ستة اكس. ناقص. ناقص ستة. هيا المشتقة الاولى. مشتقة التاني. F فتحتين. للأكس. اتنين باتناش. اربعة عشرين اكس. ناقص ستة. هنساوي مشتقة التانية بصفر. F فتحتين تساوي صفر. معناته. اربعة عشرين اكس ناقص ستة يساوي صفر. هتطلع اكس بتساوي واحد على واحد على اربعة. نزبوطنا انا غلطان. اه انجلس ستة السالب ستة بصر ستة. ستة على اربعة عشرين على ستة فاو واحد. اربعة عشرين على ستة فاو اربعة. اكس تساوي واحد على اربعة. على السريع. تحت طيب تحت. يلا ماشي. هون هيك. عندك من سالب ما لنهاية. الى ما لنهاية. وهون طلعت اكس واحد على اربعة. واحنا بنحدد اشارة. F فتحتين. اشارة المشتقة التاني. اللي هي هاي. اربعة عشرين اكس ناقص ستة. طبعا هذا خطي. درجة اولى يعني. طيب هناخد معامل اكس. معامل اكس موجب. معناته هون نفس اشارة معامل اكس. وهون عكس اشارة معامل اكس. معناته ال F. اذا كان ال F فتحتين سالب. التقاعر بيكون لاسفل. وموجب التقاعر بيكون لاعلى. اكتب الان فترات التقاعر. معناته تقاعر لأعلى. من وين؟ من ربع لما لنهاية. ماشي الحال. من ربع. الى ما لنهاية. ولأسفل. من سالب ما لنهاية لربع. من سالب ما لنهاية لربع. طبعا هون في نقطة انعطاف عند الربع. الربع نقطة. انعطاف. الربع. وصورتها. هنجيب صورتها من الاقتران الاصلي. اوب 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 اوب. اللي التعويض اه قصة. في اربعة في ربع تكعيب. اربعة. ماشي. هنعوض يا سيد. اربعة. في ربع. الحمد لله. اربعة. اربعة في ربع تكعيب. ناقص ثلاث. في ربع. تربية. ناقص ستة. في ربع. زائد اتناش. طبعا هاي اربعة تكعيب. هتروح مع الاربعة هاي. هتصفي هون اربعة تربيع. اذا انصارت ربع تربيع. ربع تربيع واحدة ستاش. عشان تكونوا عارفين. ناقص ثلاثة في ربع تربيع. هتصير ثلاثة على ستاش. ناقص آآ ستة على اربعة. خليها ستة على اربعة زائد زائد اتناش. عشان الله. ارقام زي الفل. ما علينا. ما علينا ما علينا. هنوحد المقامات بين التلاتة هدول وبين هاي كمان يلا اضرب هاي في اربعة منتا. في ستاش والله بدها. مش في اربعة. بدها في ستاش. طبعا خلنا نصف الامور بين هدول. اربعة هاي اضربها في اربعة. وهاي اضربها. في اربعة. صارت واحد ناقص ثلاث ناقص ستة واربعة. واحد ناقص ثلاث سالب اتنين. اربعة في ستة اربعة وعشرين. سالب اتنين سالب اربعة وعشرين. يعني سالب ستة وعشرين على ستاش. وفي زائد اتناش. انا بقول ما اختصر هاي على اتنين. بتصير سالب تلتاش على تمانية زائد اتناش. اتناش يعني اتناش على واحد. هتضربها في في تمانية، في تمانية، تمانية بـ 12، ستة وتسعين، ستة وتسعين ناقص 13، تطلع تلاتة وتمانين على، على تمانية. تمانية مع تمانية، يطلع الجواب تلاتة. لا بمزح فيها طبعا، كنت سدكتوا يا جماعة. بمزح والله بمزح بمزح. والله استيز فكرتك بتحكي جد. بمزح بمزح. يبقى الجواب تلاتة وتمانين على، تلاتة وتمانين على تمانية. هاي نقطة إيش يا جماعة؟ نقطة العطاف. ماشي الحال؟ تمام بمزح بمزح. مصدقوش. طيب ماشي. نكمل السؤال اللي بعديه؟ بعدنا في العطاف والمشتقة التانية. هاي ماشي الحال على السريع. اف فتحة للأكس بتساوي ستة اكس قوة خمسة ما شاء الله. ناقص اربعة تلاتة هتصير اتناش اكس تكعيب. المشتقة التانية اف فتحتين للأكس هتساوي خمسة بستة تلاتين اكس قوة اربعة ناقص تلاتة اتناش ستة وتلاتين اكس تربيع ساوي المشتقة التانية بصفر. فحيصير عندك تلاتين اكس قوة اربعة ناقص ستة وتلاتين اكس تربيع يساوي يساوي صفر. خد ستة اكس تربيع عام المشترك. تلاتين على ستة هضل عندك خمسة اكس تربيع ناقص ستة وتلاتين على ستة ستة وراحت الاكس تربيع. هذا كله بيساوي صفر. اما ستة اكس تربيع يساوي صفر معناها اكس بيساوي صفر. ودايما العام المشترك بعض صفر. خمسة اكس تربيع ناقص ستة يساوي صفر. اكس تربيع بتساوي ستة على خمسة. معناته اكس هتساوي جذر ستة على خمسة مرة موجب. واكس هتساوي سالب جذر 6 على 5 مرة السالب بس خلنا نزبط هاي شوية 6 على 5 إذن هاي قيم X اللي طلعت معي X بساوي 0 X بساوي موجب جذر 6 على 5 X بساوي سالب جذر 6 على 5 حدد إشارة المشتقة الثانية هون أستاذ عندك من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية في النص هنحط صفر وهتحط اللي هذا سالب جذر 6 على 5 وهون جذر 6 على 5 ونصلى الله سيدنا محمد المشتقة التانية وينها هاي هاي المشتقة التانية وهاي برضو تعتبر المشتقة التانية بعد ما خدنا عامل مشترك أستاذ المقدار هذا اللي هو هون لحاله هذا يعتبر موجب دائما إذن الإشارة هتعتمد على المقدار هذا المقدار هذا تربيعي طلع له قيمتين القيمة هاي والقيمة هاي معناته الإشارة تكون نفس عكس نفس والصفر ما لناش فيه هذا من هاي جاي من هاي هاي اللي بتحدد الإشارة إشارة المعامل X تربيع موجب إذن الإشارة هتكون هون موجب نفس وبين الجذرين الإشارة عكس سالب وهون الإشارة إيش موجب إذن يا أستاذ هادي إشارة F فتحتين تمام وهون ال F الإشارة موجبة تقاعر لأعلى تقاعر لأعلى إشارة سالبة تقاعر لأسفل إشارة موجبة تقاعر لأعلى تيبقى تقاعر لأعلى من سالب ما لنهاية من سالب ما لنهاية لسالب جذر 6 على 5 ومن جذر 6 على 5 من جذر 6 على 5 إلى ما لنهاية وتقاعر لأسفل لأسفل من سالب جذر 6 على 5 إلى جذر 6 على 5 تقاعر لأسفل نقطة الإنعطاف يعتبر الآن فيه نقطتين الإنعطاف عندي لأن تقاعر لأعلى وبعدين لأسفل وبعدين لأعلى نقط نقط الإنعطاف إش هي؟ اللي هي سالب جذر 6 على 5 سالب جذر جذر 6 على 5 وهطلع صورتها والتانية برضو جذر 6 على 5 وبدي أطلع صورتها من الإقتران الأصلي واو طيب الإقتران الأصلي هاي بدي أعود جذر 6 على 5 يعني F جذر 6 على 5 ركزوا معي هيك يا جماعة طيب جذر 6 على 5 قوة 6 يبقى جذر 6 على 5 قوة 6 عادة لو حطت قوة 6 هون ناقص 3 جذر 6 على 5 العدد هذا موجب لو حطت القوة هون ما فيه إشكالية قوة 4 انتو بتعرفوا ان الجذر بيصير 6 على 5 الداخل 6 والخارج 2 6 على 2 يعني هاي صفت تكعيد ناقص 3 وهون 6 على 5 الداخل 4 والخارج 2 4 على 2 يعني صفت ايش صفت تربيع خد 6 على 5 تربيع عامل مشترك 6 على 5 عشان نعرف نحسب بس 6 على 5 تربيع عامل مشترك 6 على 5 تكعيب هيضل عندك 6 على 5 بس وهون ناقص 3 طبعا 6 تربيع 36 على 25 ضرب 6 على 5 ناقص 3 هنوحد المقامات طبعا 3 طبعا 1 هنضربها بتلات هنصير هون في 3 هاي ها عشان ما بيزعلوش وهون في 3 3 بتلاتة 9 6 ناقص 9 سالب 3 يعني هاي صفت سالب 3 على استنى يا استاذ شو بتعمل وقف وقف اه شوف استنى هاي كم صارت استنى شوي حكينا هون 6 على 5 ناقص 3 استنى يا استاذ قاعد توحد المقامات عكام استنى شوي هون مقامة 5 هتضرب هون في 5 عفوا في 5 انا اسف حاجبك علي ضربت في 3 3 ب 5 15 6 ناقص 15 سالب 9 سالب 9 سالب 3 صح صح هاضر انا اسف سالب 9 على ايش على 5 في اختصارات يا جماعة لا ما فيش يا استاذ طيب ماشي تزعلوش هاي هتصر سالب 9 ب 36 9 ب 6 54 هاي 4 وخمسة باليد 9 ب 3 27 وخمسة 32 سالب 324 25 ب 5 125 أنا عوضت جذر 6 على 5 لو عوضت سالب جذر 6 على 5 هتطلع نفس الجواب لان الاسس الزوجية هاي هتلغي السالب اذا سالب 324 محلل جواب سالب 324 سالب 324 على 125 سالب 324 على 125 اي اخطاء في الحسابات يا جماعة سمحوني فيها ماشي اي اخطاء في الحسابات سمحوني سمحوني فيها كمام هيخلصنا كمان السؤال هات اللهم صلى على سيدنا محمد احبابي لازلنا مع التقاعر ونقط الانعطاف وصلنا عندي سؤال رقم 16 طبعا هذا كثير حدود هذا يش كثير حدود فالمجال فيش اصفر مقام فيش لن فيش جذر تربيع فيش اصفر مقام فيش لن فيش جذر تربيع نبلش نشتق على طول ف فتحة للاكس يساوي اتنين هاي اللي اتنين نزلنا القوة القوة زي ما هو اتنين زائد اتنين اكس ناقص اكس تربيع هننقص من قوة واحد صر واحد ومشتقط ما داخل القوة اللي اتنين صفر اتنين اكس اتنين ناقص اكس تربيع اتنين اكس مشتقط ما داخل ما داخل القوة هاي المشتقة الاولى المشتقة التانية اف فتحتين للاكس هتوساوي مستاذ اللي اتنين هاي اعتبرها معامل هاي اللي اتنين يا سيدي ما فيش اي اشكالية في اللي اتنين هاي وهاي قوة كبير ليش اللي هيتعتبر مشتقط ضرب. هذا الاول. وهذا مين? وهذا التاني. طيب. اذا الاول. الاول اللي هو اتنين زائد اتنين اكس ماقص اكس تربيع. في مشتقط التاني. مشتقط التاني يوسط السالب اتنين. الاول في مشتقط التاني. زائد التاني. اتنين ناقص اتنين اكس. في مشتقط الاول. مشتقط الاول الاتنين صفر. اتنين اكس. هتصير اتنين ناقص اتنين اكس بقى. اتنين ناقص اتنين اكس. تمام. رتب امورك ازا سمحت. حاضر. رتب. ولم لا. الاتنين هذا معامل. محترم خلي برا. فك الاقواس هاي. اضرب سالب اتنين في القوس هاد. سالب اتنين في اتنين. سالب اربعة. سالب اتنين في اتنين اكس. سالب اربعة اكس. سالب اتنين في سالب اكس تربيع زائد اتنين اكس. تربيع. اتنين ناقص اتنين اكس في اتنين ناقص اتنين اكس. كأنه القوس هادا وعليه تربيع. ولو فكينا التربيع. هتصير زائد. ربع الاول اربعة. ناقص الاول في التاني في اتنين. هتصير تمانية اكس. زائد مربع التاني. اربعة اكس. اربعة اكس تربيع. جمع الحدود. حاضر. هاي اللي اتنين بره. محترما اللي اتنين. هي جاعدة بره مؤدبة جدا جدا. في عندك هون اتنين اكس تربيع. وفي عندك اربعة اكس تربيع. اتنين اكس تربيع واربعة اكس تربيع. تصر ستة اكس تربيع. تمام? في سالب اربعة اكس. وفيه سالب تمانية اكس. تصر سالب اتناش اتناش اكس. وسالب اربعة وموجب اربعة. يروحه مع بعض. هيا المشتقة التانية فيه احسن صورة. الان نسوي المشتقة التانية بصفر. اف فتحتين. هنسويها بالصفر. معناته. اللي اتنين طبعا معامل سيبك منه. ستة اكس اربع نقص اتناشر اكس. خد ستة اكس عامل مشترك. هيضل عندك هون اكس ناقص اتنين. يساوي صفر. ومنها العامل المشترك اكس. هيعطيك اكس بيتساوي صفر. وهون اكس هتساوي. هتساوي اتنين. هاي جبنا قيم اكس يجبها. اكس بتساوي صفر. واكس بتساوي ايش? بتساوي اتنين. بدنا نبحث اشارة المشتقة التانية. وهذا شيء سهل جدا. عندك من سالب مالة نهاية. الى مالة نهاية. وطلعت الاكس من صفر لاتنين. وهون اشارة اف فتحتين. اف فتحتين تعتبر فان تربيعي. اشارة الاكس تربيع. معامل الاكس تربيع موجب. اذا نفس عكس نفس. هسا الاف. اذا الاف فتحتين موجب. التقاعر لاعلى. تقاعر لاسفل. تقاعر لاعلى. لا سهل الكلام. يعني انا شاهد السؤال مفيش فيه اي ملاحظات. يبقى التقاعر لاعلى. من سالب مالة نهاية لصفر. من سالب مالة نهاية لصفر. وعندك من اتنين لما لا نهاية. طيب. ولأسفل. من صفر لاتنين. من صفر لاتنين. ونقط العطاف. نقط. الان عطاف. زي ما انتم شايفين. اللي هي الصفر. وصورتها. والتنين. وصورت. بدي اجيب صورة الصفر وصورة الاتنين. بالاقتران بالاقتران الاصلي طبعا. صورة الصفر. صفر صفر هيضل اتنين تربيع اربع. صورة الصفر ايش? اربع. ماشي. صورة الصفر. اربع. الصفر صورته اربع. طيب صورة الاتنين. ماشي. صورة الاتنين. هون اتنين باتنين اربع. واتنين تربيع اربع. هتروح هاي مع هاي هيضل اتنين اتنين تربيع برضو اربعة. برضو صورة اللي اتنين ايش? برضو صورة اللي اتنين اربعة. هذا سؤال سهل زي ما انتم شايفين. ما فيش فيه اي اشي. ما فيه اي مشكلة في السؤال. يبقى اشتقينا اول اشي قوة. مشتقة القوس. بعدين اللي بعديها مشتقة ضرب. رتبت. مشتقة تانية. سويتها بصفر. طلعت قيم اكس وي. ليش? هذا السؤال ما فيش فيه ايش. سؤال مباشر واضح جدا. بنيجي لسؤال سبعتاش. واحنا برضو ما زلنا مع التقاعر ونقاط الانعطاف. سؤال سبعتاش. سؤال سبعتاش اكس جذر اربعة ناقص اكس تربيع. طبعا هاي مشتقة ضرب. هذا اكس. وهات جذر اربعة ناقص اكس اكس تربيع. استاذ فيه جذر تربيع دير بالك. تنساش. اه. شو يعني جذر تربيعي? يعني يا استاذ بدنا نحدد اول اشي المجال. ايوة صح. ماشي. مين هذا الصاحي هذا اللي. ما انت حكيت اوزا. ما انت في السؤال اللي قبل يا حكيت. اللن واصفر المقام والجذر التربيع. انتبه ايه لهم. اللن. اصفر المقام. الجذر التربيع. جذر التربيعي. نحدد المجال. كيف بنحدد مجال الجذر التربيعي? باخد اللي جوة الجذر. اللي هو اربعة ناقص اكس تربيع。 اربعة ناقص اكس تربيع. يساوي صفر. اربعة ناقص اكس تربيع صفر. اتطلع اكس بتساوي 2 و x بتساوي سالب 2 على خط الاعداد سالب 2 و 2 نفس عكس نفس اشارة معامل x تربيع سالب معامل x تربيع سالب اذا هون سالب موجب سالب المجال هو المنطقة المنطقة الموجبة هاي فقط اللي هي من سالب 2 ل 2 و مغلقة اذا المجالنا في هذا السؤال من سالب 2 ل 2 فقط هذا يا سيد العزيز المجال اذا القيم اللي احنا بنتعامل وياها فقط من سالب 2 ل 2 القيم اللي احنا بنتعامل وياها فقط من سالب 2 ل 2 وبهاي الحركة اكيد صار عندي الاطراف اللي هم x ساوي سالب 2 و x هتساوي هتساوي 2 ماشي يا محترمين يبقى انتبه ان السؤال عندك فيه جذر تربيعي لازم تحدد المجال بالطريقة هاي بعد ما تحدد المجال هتعرف ان انت بتتعامل من من سالب 2 ل 2 فقط فاي قيم خارج القيم هاي ما بتلزمناش طيب تعال انا نشتق انت حكيت هاي مشتق الضرب ال x هو الاول والجذر هو مين هو هو التاني والجذر هو التاني فالاشتقاط مشتق الضرب f فتحة لل x هتساوي الاول x مشتق التاني تعرف انتو مشتق الجذر الجذر تربيعي مشتق ما داخل الجذر سالب اتنين x على اتنين في الجذر التربيعي نفسه اربعة ناقص x x تربيعي اول في مشتق التاني زائد التاني اللي هو الجذر نفسه اربعة ناقص اربعة ناقص ناقص x تربيع في مشتق التاني الاول مشتق التاني واحد مش ضروري نكتب الواحد اتنين هتختصر طبعا مع اتنين و x بسالب x هتصر سالب x تربيع على على الجذر على جذر اربعة ناقص x x تربيع زائد جذر اربعة ناقص x x تربيع تمام مشي الامور مم مشي يا استاذ ممكن اشتق انا المشتقة التانية حاليا زي ما هي او ممكن قبل المشتقة التانية واحد المقامات هيك بزبط وهيك بزبط هيك بزبط وهيك بزبط طيب اوحد المقامات قبل المشتقة التانية بصير توحيد المقامات قبل المشتقة التانية طبعا هنيجي هون هنحط الجذر هذا تحت اربعة ناقص x تربيع وفوق جذر اربعة ناقص x تربيع هيوحدنا المقامات طبعا لو مضرب جذر اربعة ناقص x تربيع في جذر اربعة ناقص x تربيع هيعطيني اربعة ناقص x تربيع بدون الجذر طيب فصارت الامور عندي الان تحت اللي هو الجذر اربعة ناقص x تربيع فوق حكينا هيضل عندي اربعة ناقص x تربيع طيب في عندي سالب x تربيع وفي سالب x تربيع بتصير سالب x تربيع سالب x تربيع سالب 2 x تربيع سالب 2 x تربيع وفي الاربعة الاربعة هيجمعنا الحدود اذا وحدت المقامات وجمعت الحدود تمام هذا قبل مشتق المشتق التاني قبل مشتق المشتق التاني نروح نشتق المشتق التاني المشتق التاني صارت مشتق قسمة f فتحتين للx طيب مشتق قسمة مشتق قسم بما انها مشتق قسمة المقام تربيع حيروح الجذر هيضل عندي 4 ناقص x تربيع طيب اطلع فوق المقام اللي هو الجذر نفسه جذر 4 ناقص x تربيع المقام في مشتق البسط مشتق البسط 4 0 سالب 2 x تربيع سالب 4 x شتق البسط ناقص البسط اللي هو 4 ناقص 2 x تربيع في مشتق المقام مشتق المقام جذر اذا مشتق ما داخل الجذر مشتق ما داخل الجذر سالب 2 x على 2 في الجذر نفسه اللي هو جذر 4 ناقص x تربيع برضو هنشيل 2 مع 2 تمام وفي اقتراح تاني انه احنا ممكن هادي سالب وهادي سالب ممكن برضو ايش انه احنا نشيلهم مع بعض السالب هاي مع السالب هاي يعني صارت هاي اشارة ايش اشارة موجب لان هذا كلها تضرب اعتبر طيب طويلي بالك شوية خاضر اني مطول بالي شو بدك في هون جذر 4 ناقص x تربيع في المقام هيصير توحيد مقامات بس قبل ما يصير توحيد مقامات خانا اكتب لك هذا الكلام واضح شوية وبعدين احكي لكو توحيد المقامات عشان ما تلتخ مش احنا اللي بنلتخ يا استاذ انا عارف سالب 4x في هاد هتصير سالب 4x في جذر 4 ناقص x تربيع طيب القص هاد لو توزعوا على هاد هيصير زائد فوق هيصير عندك المفروض هي x في 4 يعني صارت 4x ناقص x في 2x تربيع نزلت السالب هتصير 2x تكعيب وعلى الجذر 4 ناقص x تربيع ويه تحت 4 ناقص x x تربيع فاكرين انتو شغلة توحيد المقامات السريعة اللي هي لو انا عندي a زائد b على على k وهذا كله مثلا على c توحيد المقامات بشكل سريع بروح اضرب هون في k وبروح اضرب هون في k وبروح اضرب هون في k عشان k هاي تروح مع k هاي واطلع عندي k في a زائد b على على c في k او k في c مش هتفرق تمام تمام يا استاذ يعني توحيد المقامات هون هروح اضرب هذا بمثابة k اللي هو جذر 4 ناقص x تربيع وهون نفس الجذر هذا برضو هضرب فيه هاد مضروف في الجذر هاد اللي هو جذر 4 ناقص x تربيع وتحت في جذر 4 ناقص x تربيع تمام هاي يساوي هاي الكسر تبعنا صار عندي تحت 4 ناقص x تربيع في الجذر اللي هو 4 ناقص x تربيع فوق صارت سالب 4 x سالب 4 سالب 4 x هاي والجذر هاد لما اضربه في الجذر هاد هيعطيني 4 ناقص x تربيع زائد هون طبعا الجذر هاد هيروح مع الجذر هاد وهيضل عندي 4 سالب سالب 4x في 4 هتصير سالب 16 x وسالب في سالب هتصير موجب 4x في x تربيع 4x تكعيب وفي عندي وفي عندي زائد 4x ناقص 2x تكعيب لسه فيه لسه فيه تجميع كمان لسه فيه تجميع كمان هاي ملزجة كتير فاهم معلش سامحون هجم معهم هاي طلع عندي هون هاي هبعيدها شوية عشان مطلعوش لزجين في بعض المقام برضو زي ما هو 4 ناقص x تربيع فيه جذر 4 ناقص x تربيع هون فيه 4x تكعيب ناقص 2x تكعيب بتصير 2x تكعيب وسالب 16x زائد 4x بتصير سالب 12x x وحمد الله على السلامة خلينا سوى الخطوة هاي كمان مرة بس سوى لكم إياها تحت شوية عشان ما تلزجش في هاي وتشوفوه سالب 4x في 4 اللي هي سالب 16 سالب 16x سالب 4x في سالب بتصير موجب 4x في x تربيع 4x تكعيب وهون زائد 4x ناقص 2x تكعيب والتجميع سوى التجميع كمان مرة 4x تكعيب ناقص 2x تكعيب بتصير 2x تكعيب وسالب 16x زائد 4x سالب 12 12x تمام هيك تمام يا أستاذ هذا الآن اللي أنا إيه لي سعب أسوي فيه اللي هو أبسط صورة للمشتقة التانية هذا اللي أنا كنت أسوي فيه أبسط صورة للمشتقة التانية يعني هاي المشتقة التانية هذا كله توحيد مقامات وتجميع توحيد مقامات وتجميع طيب الآن يا أستاذ عشان نطلع نقطة الإنعطاف والتقاعر هساوي المشتقة التانية بصفر f فتحتين هتسويها بصفر لما تساوي f فتحتين بصفر بتساوي البسط بصفر طيب هو البسط يا أستاذ 2x تقعيب ناقص 12x خد 2x عامل مشترك هيضل عندي x تربيع ناقص 6 يساوي صفر تمام العامل المشترك 2x يساوي صفر هتعطيني x يساوي x يساوي صفر وx تربيع ناقص 6 يساوي صفر x تربيع ناقص 6 يساوي صفر هتنجل الناقص 6 وتاخد الجذر بطلع عندك x هتساوي جذر 6 وx هتساوي طبعا موجبه سالب سالب جذر 6 طبعا الجذر 6 وسالب جذر 6 هدول مش هاخدهم لأنهم لا ينتموا للمجال وهي لا تنتمي للمجال ليش أستاذ لا تنتمي للمجال المجال عندنا كنا جبناه اللي هو ايش المجال المجال هايو من سالب 2 لتنين ها هل جذر 6 جذر 6 تقع بين السالب 2 و 2 لا طبعا لأنه جذر 6 أكبر من 2 جذر 6 أكبر من 2 معقول يا أستاذ جذر 6 أكبر من 2 طبعا جذر 6 أكبر من 2 كيف أتأكد جذر 6 أكبر من 2 كيف أتأكد كيف أتأكد يا أستاذ ربع الجهتين جذر 6 لما تربحها تعطيك 6 و 2 لما تربحها تعطيك 4 فعلا 6 أكبر من إيش أكبر من 4 وسالب جذر 6 سالب جذر 6 سالب جذر 6 تعتبر أصغر من سالب 2 يعني أنا عندي هون هدول عندي هون من سالب 2 لتنين هاي المجال جذر 6 بتيجي في المنطقة هاي ما بتلزمناش وسالب جذر 6 بالمثل بتيجي في المنطقة هاي برضو ما بتلزمناش إذن هاي وهاي بلزمناش اللي بيلزمني بس من X بتساوي X بتساوي 0 خلاص يبقى كل الفيلم هاد طلعت ب X تساوي 0 طيب ماشي حدد الآن التقاعر بحطها خط الاعداد خلنا نطلع لفوق شوية بس هيك عندي من سالب 2 لتنين وبس هناخد مين هناخد الصفر وبحدد إشارة F F فتحتين كيف حدد الإشارة يا أستاذ لـ F فتحتين أفضل طريقة هون في الحالة هاي اللي هي عوض عوض لك عدد بين صفر و 2 واحد وليكن واحد 2 بواحد تكعيب 2 12 بواحد 12 2 نقص 12 سالب فوق سالب عوض تحت 1 هيعطيك موجب اللي تحت أصلا دايما موجب اللي تحت دايما موجب لأن احنا حددنا إشارته في البداية اللي هو 4 نقص X تربيع اللي ما كنا نبحث المجال فإنساكم اللي تحت اللي تحت موجب فلما تعوض عدد بين الصفر ولي 2 و 1 بطلع موجب إذن هون الإشارة موجب ولا حكينا سالب سالب يا أستاذ سالب حكينا هون سالب أنا أسف 2 بواحد تكعيب 2 نقص 12 سالب 10 سالب طب عوض عدد بين صفر وسالب 2 وليكن سالب 1 سالب 1 تكعيب سالب 1 في 2 سالب 2 سالب 12 بسالب 1 12 آه تطلع موجب هاي طيب معناته ال-F هون موجب تقاعر لأعلى وهون تقاعر لأسفل إذن هكتب له التقاعر وهكتب له نقطة لأنطاف تقاعر لأعلى وين من سالب 2 لصفر من سالب 2 لصفر ولأسفل من صفر لتنين من صفر لتنين ونقطة الانعطاف اللي هي صفر وصورة الصفر صورة الصفر فوق هيا لا تطلع صفر صورة الصفر صفر ليش صورة الصفر طلعت صفر يا أستاذ لأنه تطلع ما كان فيه اكس مضروبة في الجذر صح اه اكس مضروبة في الجذر فاكس صفر تضروها في الجذر بتاعتك صفر إذا النقطة الانعطاف اللي هي ايش صفر صفر وصورة ما شاء الله السؤال هذا أخذ نصيبه ونصيب السؤال اللي قبليه ما شاء الله ماشي يا جماعة تمام يبقى هون انتبه في جذر تربيعي هات جذر تربيعي جذر تربيعي يعني ايه يعني ايه جذر تربيعي يعني يا سيدي حدد المجال يعني انت انتبه للمجال تحديد مجال الجذر التربيع حددنا المجال اشتقت المشتقة الأولى وحط مقامات بعدين اشتقيت المشتقة التانية عملت برضو توحيد مقامات وتجميع طلعت أحسن شكل للمشتقة التانية هذا الكلام بعدين سويت المشتقة التانية بصفر طب أستاذ نسينا نساوي المقام بصفر مفيش داعي تسوي المقام بصفر. مفيش داعي تسوي المقام بصفر. ليش؟ لأنه 4 نقص X تربيع لما تسويها بصفر ما هي بتطلع 2 وسالب 2 اللي هم الأطراف اللي فوق. فخلاص مفيش داعي إن إحنا نسوي المقام بصفر. يبقى البسطة بصفر طلعت معنى X سوي صفر وطلعت X سوي جذر 6 وسالب جذر 6. بس للأسف جذر 6. مش للأسف أحسن عشان ما نتغلبش في الأرقام هاي. جذر 6 وسالب جذر 6 خارج المجال طبعاً. جذر 6 فوق بعد الـ 2 وسالب جذر 6 قبل السالب 2. إذن هي بس عندي الصفر. حددت الإشارة عوضت عدد بين الصفر والـ 2 عوضت 1. وبين السالب 2 وصفر سالب 1. 3 الإشارة موجب سالب. تقاور العالة تقاور الأسفل. نقطة اللي أنا طاف صفر وصورتها اللي أنا جبتها من فوق اللي هي صفر وعيش صفر وصفر. هي خلصنا هذا السؤال. طيب. نجي لهذا السؤال. ماشي. تابعوا معي عشان نحل هذا السؤال.